نتمنى السلامة لجميع اللاعبين هذه مدرب فريق يانج افريكانز بجرأة ويهدد مرمى يانج افريكانز على أرض ووسط جماهيره وتسلل على جونسانسوا مهاجم فريق ميدياما ونجم العديد من الاندية تمهيدا للانتقال إليها في المستقبل القريب كي من بوركينا فاسو عزيز كي أطلق تسديد تعلن عن أول خطورة حقيقية لفريق يانج افريكانز في هذا اللقاء ستيفان عزيز تسديد تمر بجرأة القائمة الأيصر حلوة المباراة فرصة هنا وأخرى هناك مباراة يدخلها الفريقان بشعار قط المرمى أن يتصرف في الكرة كممكن يلعب الكرة العرضية يأتي تدخل دفاعي روعة في توقيت مثالي والكرة تتحول إلى اللاعب أطلق تسديدة حلوة مرت جوار القائمة الأيصر بسنتيمترات قليلة ولكن هذه التسديدة غير متقنة على الإطلاق إلى خارج الملعب تعادلة واحد واحد مع يانج أفريكانز في كوماسي تجاوزة خط المرمى أم لا تصدي رائع برد فعل هيلة من فيليكس كي طبعاً لا توجد تقنية الفار في دور وجود الفار هيخلينا نتأكد إذا كانت الكرة تجاوزة خط المرمى أم لا ولكن يحسب للحق هادي الإعادة مرة والتانية تسديدة لم تكن بالدقة المطلوبة هادي واحدة بالكعب نقلة والتانية بإلوه بعض كويس ولكن شوف التمرينات في المساحات الديئة والتسديدة إلى خارج الملعب 21 سنة بالتالي مجموعة من اللاعبين الصغار ودي بينية حلوة وانفراد 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 وتسديدة تتحول إلى خارج الملعب ضربة روكنية بعد بدون رقابة بشكل خطورة كبيرة جوة 18 ودي ضربة رأس أخرى وتتحول إلى ضربة روكنية جديدة عدد كبير جداً من الضربات الروكنية لفريق يانج أفريكانز دون أن تتم الاستفادة تسديدة اللاعب زوزوة والضربة الركنية كالعادة في هذه البطولة استضاف مباراة سيمبا والوداد الساعة الرابعة عصراً واستضاف مباراة الهلال والنجم الساحل تقريباً لينج أفريكانز مقابل 29% لفريق ميدياما قد انطلاقها على حدود منطقة الجزاء عزيسكي عزيسكي يبالغ في الاحتفاظ بالكرة عزيسكي مانويل مانتي ستيلم كالعادة الكرة الأمامية في اتجاه جونسان سوا حط جسمه كويس ولكن يسقط على أرضية المباراة يتأخر بفارق نقطة واحدة فقط عن فريق عزام الذي يحتل الصدارة ولكن عزام 28 نقطة من خالد أوتشو يتقدم الدولي الأوغندي تمريرة من خالد أوتشو محاولة لفريق يانج أفريكانز مدسر يحيا يلعب كرة بينية ولكن فوف يانج أفريكانز مرة أخرى ديكسون كي باباقي يا ولد العيب عدى أدي الوان تو ولا إيه ملعبش الوان تو سدد حلو ولكن إلى يد الحارس فيليكس كي يقدم مباراة كبيرة حتى الآن تسديدة اللاعب موس سوندا الاستحواز بعد كل هذه السيطرة لسه هنتابع عزيسكي يا ولد العيب توقل اخترك لسه مع عزيسكي يسدد يا ولد يا ولد يا ولد الله على دهدف الله على دهدف لسه في حلوة كده لسه في جمال كده باكم زوزوة باكم زوزوة يسجل هدف رائع ايه الهدف الحلو ده ايه الهدف الحلو ده زوزوة يسجل أول أهداف هذا اللقاء باكم زوزوة سجل ثلاث أهداف هذه البطولة من قبل هدف ميدياما هدف الأهلي وهدف الأدوار التلمهيدية في مرمى التليكم من جيبوتي النهاردة يزور شباك ميدياما من جديد ويسجل رابع أهدافه في هذه النسخة من دوري أبطال إفريقيا والهدف الثالث في دور المجموعات باكم زوزوة المهاجم الإفواري صاحب 26 سنة يسجل أول أهداف هذا اللقاء شوفنا فرحة رئيس نادي يانج أفريقانز المهندس هيرسي سعيد الفرحة كبيرة بهدف التقدم لسه بقول لحضراتكم سيطرة تمة ومطلقة لينج أفريقانز ولابد أن يستثمرها نقاط يانج أفريقانز خمس نقاط شباب الوزداد أربعة ميديام أربعة مجموعة مشتعلة انطلاق الآن على حدود 18 من جديد تواغل اختراق تزديد أخرى ولكن إلى خارج الملعب هذه أمامية لفريق يانج أفريقانز جوت 18 مدسر يحي أتهولا عزيز كي يا ولد وانتو رائع أتهولا أتهولا أرضية أرضية مش ممكن مش ممكن الفرصة الضيعة مش ممكن الفرصة الضيعة عايز أسهل من كده إيه عايز أسهل من كده إيه ماكسين زينجيلي يتلقى هدي شجاعة الكرة تطقيطة شوف الأجمة المرتدة 3 على 2 بينية حلوة جوة 18 مدسر يحي عرضية عرضية مش ممكن مش ممكن الفرص الضيعة فرص ضيعة بالجملة أكازيون الفرص الضيعة لفريق يانج أفريقانز في الشوت الأول مدسر يحي عرضية أرضية برازيلية مسندة يهدر الفرصة أن ينتهي الشوت الأول بتأخره بهدف واحد فقط وبالتالي ما زال يحتفظ بأمل العودة في هذا اللقاء في الشوت يانج أفريقانز على يمين الشاشة بينما ميدياما الفريق الضيف في الشوت الثاني على يسار الشاشة محاولة ميدياما ودي كرة عميمية جونسان السوا لو عد يسقط جونسان السوا يا ولد يلعب وضرب الجزاء ده تظهر خطورة فريق ميدياما مهاجم رائع مهاجم محطة مميز جدا ينجح في إحداث الخطورة من خلال من التركيز يتقدم جونسان السوا ويسدد والحارس يتقلق يتقلق الحارس جيد جيد يارا جيد جيد يارا يرتدي قفاز الإيجادة جيد جيد يارا يزود عمر مبابا سعلا جيد جيد يارا يحتفظ بتقدم يانج أفريقانز بينما لحظات الندم لللاعب جونسان السوا بعد تزديد سيء لضربة الجزاء تزديد فيه ثقة زيدة جدا فيه تعالي على القرى من قبل لجونسان السوا تزديد سيء من جونسان السوا وتقلق ياما في الجانب الأيمن جوشوى أجي مانج اللي اشترك في نهاية الشوت الأول حلوة العرضية ويطلع يجيبها تاني خالد أوتشو باكم زوزوة يغير اتجاهاته ويسدد من جديد ترتد من الحارس ما زالت المحاولة قائمة مدس ريح قادي الإعادة بص المهارة العالية من باكم زوزوة ركنها في الزاوية اليسرى ولكن حارس ركنية من جهة اليمين تتلعب إلى داخل منطقة الجزاء ودي ضربة رأس وهدف تاني ضربة رأس وهدف تاني ضربة رأس تعلن عن الهدف التاني لفريق يانج أفريكانز موسونده بضربة رأس يعلن عن الهدف التاني ولكن الكرة استضمت وهي في طريقها إلى المرمى باللعب بكاري موامينيتو موامينيتو يسجل الهدف التاني لفريق يانج أفريكانز ضربة رأس من موسونده استضمت بالصدفة بموامينيتو وتهدت إلى داخل الشباك لتصبح النتيجة اتنين لاشي هذه ضربة رأس من موسونده لمست موامينيتو سيتم احتساب الهدف للعب بكاري موامينيتو بهذه اللمسة ينجح بكاري موامينيتو في إضافة الهدف التاني لأصحاب الأرض لتصبح النتيجة اتنين لاشي هي دي كرة القدم وحلوتها ومتعتها وإثارتها والسيناريوهات المتقلبة ضربة حرة مباشرة في مكان مميز تتلعب العرضية داخل منطقة الجزاء ضربة رأسه أيضا من القائل نهاية المباراة بفوز ينج أفريكانز هذه تزديدة أخرى والحارس يتعلق فيليكس كي يزود عن مرماء عرضية جديدة ولكن هناك تسلم متألقا مرة تانية المحاولة انفراد مدسر مدسر يا مدسر الله يا مدسر الله يا مدسر مدسر يحيى يسجل الهدف الثالث له مدسر يحيى يعلن عن إحراز الهدف الثالث لفريق ينج أفريكانز إذن رصاصة الرحمة يطلقها مدسر يحيى في مرمى فريق ميدياما ويعلن عن الهدف الثالث في هذا اللقاء لتصبح النتيجة تلاتة لشيء ويعلن رسميا عن حصد فريق ينج أفريكانز لنقاط السلاس من تلك المباراة هذه التمريرة والخطأ في الخروج بالكرة تطقطع الكرة سريعا تتلعب لمدسر يحيى ينفرد بالمرمى ويضعها أرضية زحفة تتهادى إلى داخل الشباك تقع علينا عن هدف الثالث صاحب السبعة وعشرين سنة